بسيطة المستشور لو يمكن وإحنا بنتكلم على إنجازات الدولة في التنمية العمرانية خلينا أقول له حضرتك إن في بعض الناس بيتدخل عليها إن التنمية العمرانية كان الإنجاز فيها هو العاصمة الإدارية فقط لكن إحنا طبعا دولة خلال عشر سنوات عملت الكسير والكسير والكسير نعم ننكرش إن عاصمة الإدارية هو أطخم مشروع أو زي ما نقول مشروع القرن في التنمية العمرانية وكنا مسنين وبقالنا كتير وهو نقل مصر نقلة تانية ولكن مع أو بالتزامن مع هذا المشروع كان فيه مشاريع ضخمة أخرى بتتم على أرض مصر يمكن عايزين من حضرتك توضح لنا خلال عشر السنين اللي فاتوا إيه أهم المشاريع اللي نفذتها الدولة خصوصا في ملف التنمية العمرانية هو طبعا إذا كانت الناس مركزة على عاصمة الإدارية لأن في الحقيقة كان فيها تحدي كبير أوي كان قدر كبير أو مجموعة كبيرة من الأشخاص يعني كانوا بيفضلوا أنها ما تتعملش وطبعا حضرتك أنا حضرتك لحضرتك مسأل صغير بس بعد إذنك يعني حضرتك تقدر تتخيل مدينة نصر لما تعملتش كتقاهرة جديدة كتابة شكلها إيه؟ بزبط يعني الناس هتولع فوق بعضها يعني الرؤية بتاعة القيادة السياسية بتاعتنا رؤية بأمانة فعلا حكيمة وبعيدة النظر ومش طالبة أن الناس سعيدها في الوقت الحالي ده شيء منتهي لأنه بيعمل مشاريع كلها للخمسين سنة اللي قدام الأجيال القادمة الأجيال القادمة وبيعملها بعمق رهيب حضرتك لو تشوف البنية التحتية اللي معمولة في العاصمة الإدارية كنموذج من النماذج مفيش بقى بتاعة تحفر أرض ويعمل لأ كلها ممرات وحاجات تفتح أبواب وتخش تعمل الشغل من تحت زي يعني أوروبا يمكن أفضل بكثير قوي قوي نعم وده نموذج من 24 نموذج نعم يعني حالك الناس بتبص على حاجة لكن احنا عندنا زميات الجديدة عندنا منصورة جديدة عندنا العالمين عندنا برصة عندنا مدن كثيرة اتعملت في هذا التوقيت ما كانش الشغل والعمل على العاصمة الإدارية فقط لكن يمكن علشان العاصمة الإدارية هتسحب كم التكدس الرهيب اللي موجود في القاهرة كله حيتنقل على طول على ناحية التوجه العاصمة وبالتالي طبعا أي تغيير بالطريقة دي بيقابلوا تحديات يعني وقابلوا ناس سواء وزارات على فكرة يعني كانت بردك بتتعاصلك أنها مش عايزة تروح المنطقة الجديدة أو أشخاص خلاص تعود أنه بص الحقيقة أنما كنت بسافر أنا على فكرة أديم يعني كل حاجة آه دي دي أنت لما حدك تطلع كنت على الطائرة فوق كده تلاقي الشريط بس كده منور وبعد كده الدنيا كلها يعني مظلمة بطريقة مؤسفة في حين أنه إنتنا ما تروح أي دولة تانية حتى أقل الدول يعني مش هذكر علشان يعني أي دولة تانية أي دولة كلها متشعبة الأنوار كلها فكل حتة إلا إحنا إحنا شريط واحد كان مشتغل دولة والباقي كله فاضي تخيل حضرتك أنه إحنا نقعد لغاية قبل قدوم القيادة السياسية دي يعني أننا عايشين على 7% من مساحة جمهورية مصر العربية نعم يعني طب والباقي 93% ده بقى يعني حاجة رهيبة طبعا الخطة بتاعت القيادة السياسية أنه ويعلى بالعمران لـ 14% لـ 20-30 وفي الحقيقة إحنا بننجز يعني فيه إنجاز وفيه حركة وفيه تطور وفيه تنمية عمره وشونا وكمان كمان أنت بتعمل مدينة مدن متكاملة حتى المطور بتاعنا يعني اللي هو المطورين اللي عندنا بيعملوا مدن يعني حقيقة فقا تنزل تتفرج عليها بموجب بيها بالضبط يعني خلاص انتهى بقى أن أنت حدلك عهد البلوكات وتشوف نموذج واحد وبحبة وحبة لأ يعني والدنيا يعني طبعا الكلام ده كله كان محتاج قيادة سياسية قوية عميقة عندها قدرة لاتخذ القرار وما تتحزش لأن أي تراجع في الخطوات بتاعت اللي هي التنمية عمره وشونا ممكن يأذيك انت خدت قرار أنك حتبني هنا وحتعمر هنا لازم تكمل لو في النص وقفت تبقى مشكلة محتاج قيادة قوية لأن انت حدلك انت بترمي مش هقول ملايين ولا مليارات أنا هقول بترمي ترليونات حقيقي فعلا ترليونات دي حضرتك ما نفعش نمش نصها وبعدين تيجي تقول لا أنا أكمل ولا ما أكملش ولذلك إحنا متماسكين بالقيادة السياسية بذلك فيه دراسة ورؤية واضحة رؤية واضحة وبرنامج شامل ما أعتقدش حد يعني يكفى أنه هو كل الخطط بتاعته معمولة بالهليكوبتر يعني طالع عامل التركيبة من خوف ورؤية شاملة ما هيش حد بقى من تحت شايف حتة وإحنا عاديين مش شايفين الباقي ولذلك زي بقول القطاع العقارب ومهندسين كلهم بكل من يعمل فيه من عندنا فعلا متمسكين بإسمرار القيادة السياسية لأن إحنا البرنامج بتاعنا لازم يستمر بأمر اللي يعني حضرتك الترليونات اللي تحطت دي لازم النتيجة بتاعي تتجي النتيجة بتاعي تتجي حضرتك هتيجي إزاي ببساطة كده إحنا متوقعين أن الجنين المصري ينتعش بأمانة لي يعني واللي هو كان بيتخذ هنفطرها دي لك بس صغير طيب يعني أنا بس عايز أوضع حاجة هو هينتعش كرواجا يعني قيمته السوقية قدامه الدولار هتزيد قيمته السوقية لازم تزيد بالمنطلق اللي أنا هقول لحضرتك لما أنا أخذ مليار من خزينة الدولة وأبتدي أعمل شغل بيها على أرض الواقع اللي هي بنية تحتية وطرقه بتاع والبنية التحتية دي بقيمتها 100 مليار يبقى أنا كده عزمت الأسس بتاعت الدولة عزمت الأصول بتاعت الدولة وبالتالي ما عزم الأصول بتاعت الدولة الشئ الطبيعي أن الجنين التعي ارتفع علشان كده إحنا بنقول لازم نستمر لازم نستحمل عشان نستمر ونكمل لأن فيه خطط طويلة علشان تاخد النتيجة التعيطة لازم على الأقل تنجز 80% منها إحنا دلوقتي يدوبة 50% المشوار طويل وطبعا صعب جدا ربنا رزقنا بمجموعة عمل متكاملة سواء في الحكومة أو القيادة السياسية حطوا إيدهم على الأزمة الحقيقية واشتغلوا فيها